السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد عدنا ولله الحمد لسه المكتب مش خالص مية بالمية ولكن هذا أول فيديو من المكتب الجديد والكثير بإظن الله تعالى قادم في هذا الفيديو حاب أني أتكلم عن تجربتي مع ساعة هواوي الجديدة اللي هي الواتش جي تي اللي إلي شهر قعد بس تعملها وهي معينتي الكامل ترجمة نانسي قنقر للي منكم ما عنده وقت وحاب أنه يسمع فقط 60 ثانية من المعاينة رح أقول لك التالي الهواوي وات جي تي هي شيء يأتي أعلى من الأساور تتبع الرياضة اللي هي الفيتنس باندز وأقل من السمارت واتشز أو الساعات الذكية بحيث أنها شيء في المنتصف وهذا الكلام يأتي معه بعض الإيجابيات وأيضا يأتي معه بعض السلبيات ولكن أكبر إيجابية هي أن عمر البطارية على هذا الشيء وأربعة عشر يوم يعني بتقدر تستعملها بدون تحطها على الشاحن أسبوعين كاملات تطلع تركض تطلع تسبح تتشمس أي شيء بتسوي ما رح تضطرنك تشحنها إلا كل شهر مرتين فقط لا غير هذا الشيء في نفس الوقت أيضا بيأتي معه أمور سلبية ولكن إذا حاب تعرف عنها تفرجع باقي الفيديو الواد جي تي حقيقة شكلها جدا جدا جميل وجذاب بحيث أن واجهتها تم تحديث بعض الأمور عن الساعات السابقة الخاصة بهواوي بحيث أن الآن أصبح في عندك نفس البازل أو الإطار اللي موجود حوالين الشاشة الدائرية في عليه أرقام الأمر اللي بيعكس منظر رياضي أكثر للساعة نفسها الجسم نفسه مصنوع من الستان لستيل وظاهر الساعة نفسه من البلاستيك ولكن مغطى وكوتد بطبقة من السرامك الأمر اللي بيخليها ما تتأثر نهائيا بالعرق أول ما حسب إذا كنت بتلعب رياضة أو إذا كنت رايح أنك تسبح فيها فهي الساعة بتتحمل لغاية 50 متر أنك تغوص في الساعة نفسها وأنت لابسها دون ما يصير فيها أي مشاكل ساعة مزودة بزرين فقط موجودين من على اليمين الأعلى اللي هو عبارة عن قائمة التطبيقات الرئيسية أو في نفس الوقت التشغيل والأسفل اختصار مخصص للرياضة بحيث أنه بفاعل لك وضعيات معينة إما إذا كنت بدك تطلع تركض أو إذا كنت بدك تتبع نشاط معين أنت حب أنك تسويه وأنت بتجم على سبيل المثال الحزام اللي مرفق مع هاي الساعة يأتي من عدة مواد فالجهة العلوية منه والمكشوفة تأتي من جل طبيعي لشكله جدا جميل والظاهر تاعه يأتي من البلاستيك اللي بيساعد أكثر على مسألتنا تصمد معك فترة أطول خصوصا مع العرق والأمور هاي البلاستيك ما بيأثر فيها الموضوع بشكل كبير وأيضا تقدر أنك تغيرها بأي حزام أنت بدك إياه بحجم 22 مليمتر الستاندرد الطبيعي لأغلب الساعات لكن الساعة نفسها ما في منها أحجام ما في منها عدة خيارات إذا بتحب شيء أكبر بتحب شيء أصغر إذا في الإناث بيكون فيه ساعات أصغر شوي في بعض الناس مثل حالاتي بفضله الساعات الكبيرة أو الدفشة إلى حد ما اللي هاي تعتبر تقريبا بالنص لا هي كبيرة كثير ولا هي صغيرة لكن شكلها جدا لطيف أما بالنسبة للشاشة فهي تأتي بحجم 1.4 إنش إلا فراطة فهي 1.39 ومن نوع أموليد الأمر اللي بيخلي الألوان السودة فيها بتكون فعليا سودة لأنه البيكسل مطفي وبالتالي بتوفر طاقة بشكل شديد أثناء الاستعمال لأنه كل خلفية الساعة نفسها بتكون مطفية لكن للأسف الشديد ما في عنا وضعية الأولويز آن أو اللي هي الشاشة فيها بتكون شغالة دائم الوقت على أساس أنها تظهر الساعة بل فقط بتتفعل مش حتى لما ترفع إيدك بل فقط لما تضغط على واحد من الأزرار علشان تشوف إيش الساعة أو لما يجيك تنبيه إذا كنتم فاعل هذا الخيار من إعدادات الساعة نفسها ولكن من ناحية السطوع وجدتها ممتازة جدا ومقرؤة في مختلف ظروف الإنارة من تحت الشمس لو أنت بالليل وطافي كل أضواه وما في عندك أي مشاكل أنك تقرأ الساعة بكل سلاسة لكن أخرب شيء في هاي الساعة واللي هو فاجأني صراحة كان هو نظام التشغيل بداية لأول لحظات فكرت حقيقة أول ما شغلتها ولبستها أنه نظام أندرويد لكن مباشرة لما يجي تغير وجه الساعة انتبعت أنه هذا الكلام مش صحيح بحث أنه النظام التشغيلي مزود في هاي الساعة هو شيء مطور خصيصا من قبل هواوي لهاي الساعة بالذات بحث أنه لما تضغط مباشرة على وجه الساعة وظل لك ضاغط راح يطلع لك نفس شكل الانيميشنز اللي بتطلع لك على ساعات الأندرويد علشان تختار وجه للساعة أو تغيره ولما تضغط أيضا على الزر القائم اللي بيطلع لك التطبيقات اللي المفروض تكون موجودة فيها راح تلاحظ أنه في عندك مجموعة من الاختصارات اللي كلها تقريبا متمحورة حوالي مسألة الرياضة والنشاطات الرياضية ففي عندك أمور بتتعلق بأنك تسجل قديش سرعة الركض قديش المسافة اللي طلعتها قديش الأكتيفتي تاعك من ناحية الخطوات من ناحية الطابق اللي طلعتها أيضا تقدر أنك تتبع نبضات القلب بشكل مستمر طول اليوم وإنت لابسها الأمر اللي بيسمح لها أنها تعطيك تسجل بالضبط مفصل بلحظة بلحظة أنت قديش كان تسارع نبض القلب عندك خلال اليوم هالخف في منطقة معينة ارتفع في منطقة معينة بتقدر أنك تتبع هذا الأمر بشكل لطيف جدا والأمر اللي بيساعد على هذا الإشي هو البطارية فمع أنه عنا هنا بطارية فقط بسعة 420 مل أمب اللي هي رقم مش عملاق ومشابه لكثير من الساعات الثانية اللي موجودة بالسوق لكن هاي الساعة بتصمد مثل ما ذكرت في بداية الفيديو 14 يوم على شحنة واحدة واللي هو فعليا في آخر شهر شحنتها مرتين عملية الشحن بتتم مش بشكل لاسلكي بل نفس فكرة القك المغناطيسي اللي كان موجود على الجيل السابق ولكن هالمرة أصبح مزود بمنفذ USB Type-C والمغناطيسة الجوة صار أقوى بشوي فبتلقط بشكل أسرع الآن عمر البطارية الطويل جدا الـ 14 يوم هذول هو ناتج عن عدم وجود كثير أشياء ما في عندك فيها واي فاي ما في عندك فيها سبيكر ما في عندك مايكروفون التنبيهات نفسها والإشعارات اللي بتيجي على الساعة ما بتقدر أنك تتفاعل معاها ما بتقدر ترد على الواتساب ما بتقدر أنك تأرشف تنبيه أو تأجل تنبيه أنه يرجع يطلع لك بعد فترة فهذه ساعة بشكل عام موجه للناس اللي ما بيفضلوا اللي هو فحواوي أيضا بتصنع كم هائل مثل الباند برو واللي هم الـ 3 والـ 3E الـ الرفاع هذول اللي كلهم يأتوا بالستايل الرفيع اللي حرفيا هو عبارة عن سوارة صغيرة ولكن بعض الاستعمالات اللي ألهم تقدر تستعملها كبلوتوث سماعة على الجوال نفسه أيضا بتقدر تطلع لك الساعة ولكن إذا انت من النوع اللي بيفضل أنه تكون على إيده ساعة عادية وما يلبس سوارة بالإيد الثانية فهذا الشيء بيجمع ما بين الاثنين ولكن في نفس الوقت ما بتعطيك كل قدرات الساعات الذكية إذا مهتم بقدرات الساعات الذكية إن كان أشياء بتشتغل بأندرويد أو أساة أو غيرها بتقدر أنك تشوف ساعات أخرى مثل حتى اللي هواوي بتعملها والجيل القديم من الهواوي واتش ولكن هذي برأيي الشخصي الجيد فيها أنه السعرها مش مرتفع فبتتكلم عن مية وعشرين مية وثلاثين دينار أردني أي ما يوازي الخمسمية وخمسين خمسمية وثمانين ريال شيء زي هيك أعتقد السعر أقل حتى في السعودية واللي هو بيترجم ل مية وسبعين دولار ومية وستين دولار شيء زي هيك ولكن لما نتكلم عن نطاق السعر هذا وطبيعة المنتج هو شيء يأتي أقل من الساعات الذكية سعرا مواصفاتا وقدراتا من ناحية المورة بتعطيك إياها وفي نفس الوقت هي خطوة أعلى من السمارت باندز اللي موجودة أمامي من ناحية المظهر من ناحية الشاشة والشكل بشكل عام فبصراحة وجدتها شيء رائق جدا وفي فئة من الناس ممكن تكون مهتمة بهذا الشيء فإن شاء الله يكون هالفيديو أعجبكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا انتظرونا بالمزيد من الفيديوهات في كمية ضخمة من الفيديوهات القادمة بإذن الله مع إنه في تغطية أمدب اليوسيحة تأخرني بالطريق ولكن كله جاي إن شاء الله هذا كان كل شيء للفيديو كام معكم صلاح حامل في أمان الله